الجامعة الافتراضية السورية مقرر أصول التنفيذ لمؤلفه جمال الدين مكناس الوحدة التعليمية الحادية عشر بعنوان التنفيذ على شخص المدين تقدمت مبادر الضوء بصوت كنانا جروج يغطي هذا التسجيل الصفحات من 222 إلى 235 الملخص يعد الحبس التنفيذي وسيلة تهدف إلى الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله علة تنفيذ التزامه وقد حدد المشرع حالات الحبس التنفيذي وجاءت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها كما حدد المشرع الأشخاص الذين يطبق عليهم هذا الحبس وهم جميع المسؤولين شخصيا ووضع القانون حالات الإعفاء من الحبس منها ما هو مطلق كحالة الشخص الذي تزيد سنه عن 60 سنة بتاريخ التنفيذ ومنها ما هو مؤقت كحالة القاسر الذي تقل سنه عن 15 سنة تقوم إجراءات الحبس على أساس طلب الحبس وصدور قرار من رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه وأصول الاعتراض عليه وتحديد مدته وأسباب قضائه والآثار المترتبة على الحبس التنفيذي بحيث لا ينقضي الالتزام الذي لأجله تم حبس المدين الأهداف التعليمية 1- التركيز على مفهوم الحبس التنفيذي 2- بيان كيفية طلب الحبس التنفيذي ومدة هذا الحبس 3- معرفة حالات الإعفاء من الحبس والآثار المترتبة على تنفيذ مدة الحبس من قبل المدين الحبس التنفيذي يمكن تعريف الحبس التنفيذي على أنه وسيلة تهدف إلى الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزامه والحبس هنا حجز للحرية وليس عقوبة ذلك لأنه وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الالتزام وهذا ما يبرر عدم شموله بالعفو العام ذلك أن العفو العام يشمل العقوبة والجرم الجزائي أما الحق الشخصي والالتزامات المدنية فلا يشملها شروط تطبيق الحبس التنفيذي تتضمن دراسة شروط تطبيق الحبس التنفيذي الحالات التي يطبق فيها والأشخاص الذين يمكن حبسهم تنفيذيا حالات الحبس التنفيذي جاءت حالات الحبس التنفيذي بنص المادة 460 من قانون إصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استفاء الحقوق التالية دون غيرها ألف تعويض الأضرار المتولدة عن جرم الجزائي بي النفقة جيم المهر دال استفاء البائنة في حال فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم ها تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه وعليه فإن الحالات المذكورة بنص المادة وما جاء من حالات خاصة بقوانين خاصة هو تعداد حصري لا يجد التوسع في تفسيره أو القياس عليه لأن الحبس طريقة قصرية وردت على خلاف الأصل وهو تعلق التنفيذ بمال المدين لا بشخصه وهذه الحالات هي التالية يعتبر التعويض عن الضرر المتولد عن جرم جزائي سببا لحبس المدين في حال امتناعه عن دفع التعويض سواء أكان الجرم معاقبا عليه في قانون العقوبات أم في أي قانون آخر كقانون السير مثلا ما دام المشرع اعتبر الفعل الذي سبب الضرر جرما جزائيا أو كان الحكم بالتعويض صادرا عن المحاكم الجزائية أو المحكمة المدنية إذا كانت بتت بالتعويض بحسب اختصاصها القيمي شرط أن يكون حكمها لاحقا للحكم الجزائي أو لشمول الفعل بالعفو العام كأن يشمل جرم التسبب بالوفاة بالعفو العام ورفع المتضرر دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية وعليه يجب أن يكون الدين ناتجا عن أضرار متولدة عن جرم جزائي دون التقييد بصدور الحكم عن محكمة جزائية ومع أن بعض الاجتهاد ذهب إلى أن التعويض الذي يحكم به القضاء المدني نتيجة جرم جزائي لا يجوز فيه الحبس التنفيذي وهو ما يتضمن مخالفة صريحة لنص القانون إذ أن المادة 460 جاءت صريحة ومطلقة بالنسبة لعبارة التعويض المتولد عن جرم جزائي ولم تحدد الجهة التي يجب أن يصدر عنها الحكم بالتعويض كما أنه قد تقام دعوة الحق العام أمام القضاء العسكري فيكون من حق المدعي أن يطالب بالتعويض أمام القضاء المدني بعد البت في الدعوة العامة واللجوء إلى حبس المحكوم عليه لقاء هذا التعويض عن الأضرار المتولدة عن الجرم وإن كان هذا الحكم قد صدر عن محكمة مدنية وإذا صدر الحكم بالتعويض عن الأضرار المتولدة عن جرم جزائي على المحكوم عليهم بالتضامن قسم المبلغ بينهم بالتساوي وحبس كل منهم عن الجزء الذي يصيبه كما أن الحبس التنفيذي لا يكون إلا لفاعل الجرم الجزائي والسبب المباشر للجرم الذي نشأ عنه التعويض ولا يتعدى المسؤول بالمال وهذا استقر عليه الاجتهاد القضائي وإذا سقط الحكم الجزائي بسبب وفاة المحكوم عليها أو بسبب العفو العام أو الخاص أو لأي سبب آخر فإن ذلك لا يؤثر في الحقوق الشخصية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المتولدة عن جرم جزائي على أنه في حالة الوفاة تستوفى التعويضات من التركة ولا يجوز حبس الورثة لإكراههم على تنفيذها أو التنفيذ عن أموالهم الخاصة من أجلها ولا يجوز اللجوء إلى الحبس التنفيذي إلا إذا كان التعويض ناجما عن جرم جزائي فإذا حكما على المدعى عليه بالتعويض عن تفاقم الضرر أمام المحكمة المدنية فلا يكون هذا التعويض سببا للحبس الإكراهي ما لم يدن المحكم عليه جزائيا عن جرم تفاقم النتائج الجرمية ونشير هنا إلى أنه ليس كل تعويض تبد فيه المحكمة الجزائية يجوز الحبس من أجله إذا لم يكن الضرر ناجما مباشرة عن هذا الجرم وفقا لقواعد قبول دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية كأن تقرر المحكمة التعويض لمن تقررت براءته أو عدم مسؤوليته بنتيجة إعادة محاكمته فالتعويض في هاتين الحالتين لا يجوز الحبس من أجل تحصيله رغم أن المحكمة الجزائية تبت فيه لأنه غير ناتجا عن هذا الجرم كما أنه لا يجوز حبس المحكوم عليه بقيمة الشيك دون رصيد حبسا تنفيذيا لأن الحكم بقيمته يعتبر من قبل الرد وليس تعويضا عن جرم سحب الشيك بدون رصيد 2- النفقة 3- النفقة هي المال الذي يجب على المرء اتجاه الآخر وسببها الزوجية أو القرابة ويجوز حبس من تتوجب عليه هذه النفقة سواء أكانت مقررة بحكم أو باتفاق بين الطرفين وسواء أكانت حالة أم متراكمة ذلك أن فوات الوقت عليها ليس من شأنه أن يبدل من طبيعتها القانونية من أنها نفقة ومع ذلك لا يجوز طلب الحجز إذا لم يكن مصدر النفقة الزوجية أو القرابة المحددة بنص قانون الأحوال الشخصية كأن يتفق شخص مع شخص آخر على الإنفاق عليه وهو غير ملزم قانونا كأن يكون أساس الإنفاق المهمة أو أي عقد آخر توفرت شروطه أو أركانه فإن الامتناع عن الإنفاق لا يستوجب إكراه المدين بالنفقة بالحبس وإنما يطبق العقد سبب هذا الإنفاق ثلاثة المهر وهو ما يحكم به للزوجة على زوجها ويمكن إكراه المحكوم عليه بالمهر على تنفيذ الحكم بطريقة الحبس التنفيذي وعليه لا يجوز حبس الزوج بسبب المهر ما لم يصدر حكم قضاء بإلزامه بدفع المهر ولا يجوز حبسه لمجرد مطالبته بدفع المهر من خلال وضعه موضع التنفيذ لأنه يعتبر في هذه الحالة مجرد عقد يجوز الاعتراض عليه ولا يستوجب الامتناع عن دفعه حبس الزوج ولأن نص المادة 460 جاء صريحا بعبارة يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه استئناف حلب 925 على تي تاريخ السادس عشر من حزيران عام 1997 وكذلك لا يجوز حبس الزوجة إذا حكمت برد كامل مبلغ المهر أو بجزء منه بسبب إبطال الزواج لأن التكيف القانوني للمبلغ المقضي باسترداده ليس مهرا لأن هذه الصفة لا تعطى إلا للمبلغ المترتب للزوجة في ذمة الزوج لقاء اقترانه بها كذلك لا يحق للزوج طلب حبس الزوجة من أجل تحصيل بدل المخالع الذي يترتب بذمة الزوجة لقاء موافقة الزوج على طلاقها وبناء على اتفاق معه كما لا يحق للزوجة أن تطلب حبس زوجها لاستعادة الأشياء الجهازية لأنها لا تدخل في مفهوم المهر على أنه إذا ترتب للزوج تعويض عن فسخ الزواج وكان سبب الفسخ نتيجة جرم مقصود ارتكبته الزوجة المحكم عليها ففي مثل هذه الحال يمكن حبس الزوجة على أساس أن هذا التعويض تولد عن جرم جزائي 4- استرجاع البائنة عند فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم يقصد بالبائنة أو الضغطة كل مال ثابت أو منقول تجلبه الزوجة إلى الزوج أو يقدمه لها أهلها أو غيرهم بداع الزواج أو تخفيفا لأعبائه أو المال الذي تعد بتقديمه ففي حال فسخ الزواج أو إذا قضيت تفريق المؤقت والدائم وحكما للزوجة باسترداد البائنة جاز حبس الزوج لإلزامه بإعادة البائنة للزوجة 5- تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه في مثل هذه الحالات التي يصدر فيها حكم إذا امتنع أو رفض المحكم عليه تنفيذ تسليم الولد أو إراءة الصغير لوليه جاز إكراهه على التنفيذ عن طريق حبسه ويجوز تنفيذ هذه الأحكام قهرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوى ودخول المنازل كما ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ويراد بالصغير من كان في سن الحضانة كما أن حق إراءة الصغير خاص بالولي فقط أي للأب والجد العصبي ولذلك لا يحق للأم المحكوم لها برؤية القاصر الذي تجاوز سن الحضانة طلب حبس المحكوم عليه لرفضه تنفيذ هذا الحكم نصت بعض القوانين الخاصة كقانون الجمارك والقوانين المالية والاقتصادية على فرض بعض الغرامات للمخالفين لأحكامها واعتبرت هذه الغرامات بمثابة تعويض عن الضرر الذي أصاب الإدارة من المخالفة ونظرا للطابع الجزائي الذي تحمله هذه الغرامة فضلا عن الطابع المدني يجوز حبس المخالف من أجل تحصيلها يطبق الحبس التنفيذي على الشخص المسؤول أصلا عن الالتزام على أن هناك حالات يعفى فيها هذا الشخص من الحبس يتصف الحبس التنفيذي بالصفة الشخصية نظرا لطابع الإكراه الذي يحمله لذلك فهو يطبق على الشخص المسؤول أصلا عن الالتزام ولا يطبق على من هو مسؤول عنه بصورة تبعية لسبب قانوني أو تعاقدي وعليه لا يطبق الحبس على المتبوع أو الولي أو الوصي بالنسبة لتعويض الضرر الذي سببه التابع أو من كان تحت الولاية أو الوصاية لأن مسؤولية الولي أو التابع أو الوصي وحتى المسؤول بالمال لا تقوم على أساس شخصي ويمكن تطبيق الحبس التنفيذي دون ما تمييز بين المواطنين والأجانب أو الرجال والنساء أو الموظفين والعمال وغير الموظفين سواء أكانوا من المدنيين أم من العسكريين 2- الإعفاء من الحبس التنفيذي عددت بعض القوانين ومنها قانون أصول المحاكمات وبعض المعاهدات ومبادئ القانون الدولي العام أسباب الإعفاء من الحبس وهي نوعان مطلقة أو مؤقتة وقد وردت حصرا لا يجوز القياس عليه أولا الإعفاء المطلق ويعود الإعفاء المطلق من الحبس التنفيذي إلى الأسباب التالية 1- لا يحبس من كانت سنه تزيد على ستين سنة بتاريخ التنفيذ وإذا أتم الشخص الستين أثناء التنفيذ وجب إخلاء سبيله المادة 463 أصول 2- لا يطبق الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين هم من أصول أو فروع الدائنين المادة 463 أصول وهذا لا يشمل الزوج أو الأخ على أنه إذا كان سبب الالتزام نفق جاز حبس الشخص الذي أتم الستين أو كان من عمود نسب الدائن وذلك تأمينا لمعيشة الدائن بها وتفضيلا على مراعاة حرمة القرابة القائمة بينه وبين المدين بها 3- لا يحبس المدين الذي تقرر حبسه ثم ألغي قرار الحبس بعد ذلك بسبب عدم دفع الدائن مصروفات الحبس 4- لا يمكن حبس رجال السلك السياسي لعدم خضوعها أولاء القضاء المحلي جزاء كان أو مدنياً وسواء أكانت الجرائم المرتكبة من قبلهم أو العقود التي أجرها لها علاقة بالوظيفة أم ليست لها هذه العلاقة 2- الإعفاء المؤقت يكون الإعفاء من الحبس مؤقتاً إذا توفرت أسباب تمنع من تطبيق الحبس بحق من توافرت فيه ما دامت قائمة وبزوال هذه الأسباب يمكن تطبيقه ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي 1- لا يطبق الحبس على من كانت سنه تقل عن 15 سنة بتاريخ تنفيذ الالتزام المادة 463 أصول فإذا أتمها بتاريخ التنفيذ أمكان حبسه 2- لا يطبق الحبس التنفيذي على الشخص الذي ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقه المادة 463 أصول لأنه يترتب على قرار شهر الإفلاس تخلي المفلس عن إدارة جميع أمواله لوكيل التفليسة وهذا يمنع من طلب حبسه وهذا طالما لم يصدر بعد قرار شهر إفلاسه إلا أنه بعد صدور قرار شهر الإفلاس يجوز طلب حبسه تنفيذياً 3- لا يطبق الحبس التنفيذي على المدين الذي تقدم بطلب السنة 4- لا يجوز أن يتناول الحبس الزوج والزوجة في آن واحد إذا كان لهم أولاد تقل سنهم عن 15 سنة المادة 462 أصول على أنه يجوز حبس الزوجين معاً وفي وقت واحد إذا أتم الولد الخامسة عشر من عمره كما ويجوز حبس كل منهما على التعاقب إذا كان الولد لم يتم السن المذكورة والخيار متروك للدائن 5- لا يحبس المجنون لأنه لا يعي ولا يدرك المقصود من الحبس ولا يشمل ذلك المعتوه والسفيه والمغفل لأنهم يدركون الغاية من الحبس 6- لا يحبس المحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد إلا إذا أبدل بعقوبته عقوبة مؤقتة مانعة للحرية وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الجزائية 7- لا يجوز حبس المدين المحكوم عليه بتعويض ضرر ناتج عن جرم جزائي طوال مدة التجربة في وقت التنفيذ ووقت الحكم النافذ المادة 146 عقوبات وذلك لكي لا تضيع الفائدة من وقت تنفيذ عقوبة الحبس إجراءات الحبس التنفيذي تقوم إجراءات الحبس التنفيذي على أساس طلب الحبس وصدور قرار من رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه وأصول الاعتراض عليه وتحديد مدته وأسباب انقضائه تنفيذ الحبس 1- طلب الحبس يحق لكل داء أو محكوم له بالحقوق والالتزامات التي يجوز الحبس لأجلها أو لمن يمثله قانونا أو للخلف بالنسبة للتعويض المتولد عن جرم جزائي أن يطلب الحبس في الملف التنفيذي وذلك بعد تبليغ المحكوم عليه الإختار التنفيذي لإكراهه على تنفيذ الحكم كما يحق طلب الحبس لدائني الدائن إذا كان دين مدينهم على الغير مما يجوز فيه الحبس لأن دائن الدائن إنما يعمل باسم المدين ونيابة عنه كما يحق للمسؤول بالمال والمدين والمتضامن أن يطلب حبس المحكوم عليه مرتكب الجرم إذا ما دفع التعويض للمحكوم له ذلك أن المحكوم عليه يصبح مسؤولا تجاه المسؤول بالمال بعد أن دفع التعويض ويتمتع المحكوم له بالحرية المطلقة في طلب الحبس سواء أكان المحكوم عليه قادرا على الدفع أم موظفا أم ذا سمعة تجارية واسعة أم غير ذلك ولا يحق لأحد أن يتعرض لرغبة المحكوم له أو يثنيه عنها أو يضغط عليه من أجل تعديلها بطلب التنفيذ على أموال المحكوم عليه مثلا وبما أن النفق من الحقوق الدورية فإن المحكوم له بدين نفق يستطيع أن يجدد طلب حبس المحكوم بها في كل مرة انقضى فيها الحبس السابق بالتنفيذ وبعد استحقاقه نفقة جديدة كما يحق للمحكوم له بالحقوق الأخرى أن يجدد طلبه بحبس المحكوم عليه قبل إخلاء سبيله إذا كانت مدة الحبس الأولى لم تستغرق الحد الأقصى للمدة التي يجوز تنفيذها بحقه هكذا إلى أن يصبح مجموع مدد الحبس معادلة للحد الأقصى المادة 461 على 2 أصول 2- قرار رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه يقدم طلب الحبس إلى رئيس التنفيذ مشفوعا بالسند التنفيذي فيرسل إختارا إجرائيا إلى المدين مع تكليفه بالوفاء خلال خمسة أيام ويتوجب بعدها على رئيس التنفيذ إجابة طلب المحكوم له ويقرر حبس المحكوم عليه تنفيذيا إذا كان الحق المحكوم به مما يمكن تنفيذه عن طريق الإكراه البدني وليس له أن يرفض الطلب أو يوجه المحكوم له لطريق آخر من طرق التنفيذ لاقتضاء الحق ويتوجب على الدائن أن يدفع إلى صندوق الخزينة سلفا نفقة إعاشة المحكوم عليه في حال وجوبها ويتوجب على مدير التنفيذ أن يسطر فورا مذكرة بحبس المحكوم عليه ويرسلها إلى النيابة العامة لتعمل على تنفيذ القرار بواسطة السلطة العامة والقبض على المحكوم عليه ووضعه في مكان التوقيف الخاص بذلك لقضاء مدة الحبس المعينة في المذكرة 3- الاعتراض على قرار رئيس التنفيذ بالحبس يحق للمدين وللمحكوم عليه أن يعترض على قرار رئيس التنفيذ بتوقيفه وذلك باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس الذي يصدر قرارا بإطلاق سراح الحكم له إذا تبين له أن الشروط القانونية لم تراعى في حبسه المادة 462 أصول ومثال ذلك أن يكون الإختار لم يبلغ إليه وجرى تبليغه إلى شخص لا يحق له التبلغ عنه أو أن يكون قرار الحبس قد صدر قبل انقضاء مهلة الإختار ولو كان التنفيذ قد تم خارجها وتطبيقا لذلك فقد درجت السلطة العامة بعد توقيف المحكوم عليه وفي حال رغبة المحكوم عليه في الاعتراض على قرار التوقيف أن تحضره إلى دائرة التنفيذ ليعرض الأمر على الرئيس بنفسه كما يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على توقيفه برقيا إذا تم التوقيف في بلدة أخرى وفي جميع الأحوال ينظر رئيس التنفيذ بالاعتراض فورا ويصدر بشأنه قرارا سواء بإطلاق سراح المحكوم عليه أم برد اعتراضه وإرساله إلى مكان التوقيف ويخضع قرار رئيس التنفيذ بإطلاق سراح المحكوم عليه أو برد اعتراضه للطعن بطريق الاستئناف ولكن قراره ينفذ فورا لأنه له طبيعة النفاذ المعجل بحكم القانون مدة الحبس وانقضائه واحد مدة الحبس طلص الفقر الأولى من المادة 461 من قانون أصول المحاكمات على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 90 يوما وهذا يعني أن الحد الأقصى لمدة الحبس التنفيذي من أجل الحق الواحد لا يجوز أن يزيد على 90 يوما باستثناء دين النفق طبعا باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة كما ذكرنا فيجوز حبس المحكوم عليه بدين نفق بعد كل استحقاق دوري لها لمدد مجموعها غير محدد كما تنص المادة 465 من قانون أصول المحاكمات على حدود قصوى لمدة الحبس تتناسب مع المبالغ المحكوم بها من أجل الحقوق المتعلقة بتعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي والمهر والنفق واسترجاع البائنة يجب عدم تجاوزها ومرتبة على الشكل التالي عشرة أيام عن المبلغ المحكوم به الذي لا يتجاوز ماءت ليرة ثلاثين يوما إذا كان المبلغ يتراوح بين مئة ليرة سورية ولا يزيد عن خمسمائة ليرة سورية ستين يوما إذا كان المبلغ يتراوح بين خمسمائة ولا يزيد عن ألف ليرة سورية 90 يوما إذا كان المبلغ يتجاوز ألف ليرة سورية وفي الواقع العملي ونظرا لضعف القيمة والقوة الشرائية لهذه المبالغ بسبب هزالتها فإن مدة التوقيف غالبا تكون ل90 يوما وتحسب مدة التوقيف بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته أي أن المصاريف القضائية والرسوم المدنية المحكوم بها تضاف إلى المبلغ المحكوم به ليصبح المجموع المبلغ الواجب تناسبه مع الحد الأقصى للمدة أما بالنسبة للحكم القضائي بتسليم الولد أو إراءته فإن الحد الأقصى لمدة الحبس الجائز تنفيذها بحق المحكوم عليه فهي 90 يوما وتبدأ مدة الحبس التنفيذي طبقا لأحكام تنفيذ عقوبة الحبس من يوم توقيف المحكوم عليه وليس من ساعة توقيفه ويطلق صراحه قبل ظهيرة اليوم الأخير والجدير بالذكر أنه إذا تعدت الأحكام الجائز حبس المحكوم عليه من أجلها يحبس عن كل حكم لوحده بما يعادل المدة المتناسبة مع مبلغه ولو كان المجموع يزيد عن الحد الأقصى المسموح الحبس من أجله اثنان انقضاء الحبس نصة المادة 466 من قانون أصول المحاكمات على أنه ينقض الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية ألف إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر بي إذا رضي الدائن أن يخلي سبيل المحكوم عليه جيم إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر الحالة الأولى الوفاء بالالتزام ينقض الحبس بالوفاء بالالتزام سواء أتم من قبل المدين أم من قبل شخص آخر ولو لم تكن له مصلحة بهذا الوفاء وكان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إلا إذا اطرد المدين على هذا الوفاء وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض المادة 322 على 3 مدني الحالة الثانية إذا رضي الدائن إخلاء سبيل المحكوم عليه إذا رضي الدائن إخلاء سبيل المدين قضى الحبس ولا يحق له طلب حبسه مرة ثانية من أجل نفس الدين ولا يحق للدائن الرجوع عن هذه الموافقة بإخلاء سبيل المحكوم عليه ما لم يكن قد اشترط بأن يقوم المدين بتنفيذ التزامه خلال مدة معينة ففي حالة عدم قيام المدين بتنفيذ الالتزام يجوز طلب حبسه عن المدة المتبقية على أن بعضهم يرى في الرضاء بإخلاء سبيل المحكوم عليه المعلق على شرط ينفذ فيه الإخلاء ولا قيمة للشرط ولو وافق المحكوم عليه على الشرط وذلك بسبب إطلاق النص في المادة 466 أصول ولأن الساقط لا يعود الحالة الثالثة بلوغ المحكوم عليه الستين من العمر إذا أتم المحكوم عليه الستين من العمر عند تنفيذ الحبس فإنه ينقضي ويجب إطلاق سراحه إذا كان موقوفا ويستثنى من ذلك الحبس المقرر من أجل دين النفقة 3- آثار الحبس التنفيذي بما أن الحبس التنفيذي لا يعد عقوبة بل وسيلة للضغط على شخص المدين وحمله على تنفيذ التزامه لذلك فإن الالتزام لا يزول ويبقى للداء الحق بحجز ما يظهر له من أموال منقولة أو غير منقولة في المستقبل على أن محكمة النقد قررت بالنسبة للغرامات الجمركية مبدأ تلاشي الغرامات بالحبس أسئلة تفاعلية اختر الإجابة الصحيحة 1- يقرر الرئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه 1- أي كان مقدار المبلغ المحكوم به 2- في حالات محددة حصرية لا يجوز القياس عليها 3- في حال امتنعت الزوجة عن تنفيذ الحكم برد المهر الذي قبضته 4- إذا أخفى المنفذ عليه الأموال التي تسلمها كشخص ثالث أمين 4- الجواب الصحيح هو 5- أي يقرر الرئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه 5- في حالات محددة حصرية لا يجوز القياس عليها 2- من أحكام الإعفاء المطلق من الحبس 1- لا يحبس من كانت سنه تزيد على 60 سنة بتاريخ التنفيذ 3- لا يحبس من كانت سنه تقل عن 17 سنة بتاريخ التنفيذ الالتزام 4- جيم لا يحبس رجال السلك السياسي 5- دال كافة الأجوبة السالفة الذكر صحيحة 6- الجواب الصحيح هو 7- من أحكام الإعفاء المطلق من الحبس 7- لا يحبس من كانت سنه تزيد على 60 سنة بتاريخ التنفيذ 8- من أحكام مدة الحبس التنفيذي وانقضائه 9- ألف مدته القصوى ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد 10- بي يمكن أن تمتد مدته إلى سنة إذا كانت تعويض ناجما عن جرم جزائي 11- جيم أنه ينقضي بوفاء المحكوم عليه لالتزامه 12- دال لا ينقضي إلا برضاء الداء بإخلاء سبيل المحكوم عليه قبل انقضاء مدته 11- الجواب الصحيح هو جيم 12- أي من أحكام مدة الحبس التنفيذي وانقضائه أنه ينقضي بوفاء المحكوم عليه التزامه نهاية التسجيل الصفحة 235 نهاية الوحدة الحادية عشر نهاية المقرر ترجمة نانسي قنقر